أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصات عين وحدث 17 نقابة مستقلة من مختلف الأسلاك والقطاعات تتوحد لتقول بصوت واحد لا لإلغاء التقاعد المسبق نقابات المستقلة هددت أمس في اجتماع لها بتصعيد الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم إما لم تتراجع الحكومة عن قرارها وتساءلت لماذا لا تبحث الحكومة عن حلول بعيدة عن اختصاب مكتسبات الموظف البسيط والموظف البسيط بدوره يتساءل لماذا دائماً أكون أنا الضحية لما يتعلق الأمر بأزمة مالية تمر بها البلاد في وقت يستفيد من هذه الأزمة كبار رجال المال والأعمال وأنا بدوري أتساءل كيف يمكن أن نجد حلولاً توفقية للمعادلة معادلة المحافظة على التوازنات المالية لسندوق التقاعد دون الإضرار كذلك بمكتسبات الاجتماعية دون الإضرار بالمكتسبات الاجتماعية للموظف حلول تكون واقعية وجدية بعيداً عن سياسة الحلول السهلة التي تنتهجها الحكومة وبعيداً كذلك عن الشعبوية والدماغوجية التي تنتهجها بعض الجهات النقابية والسياسية هذا السؤال الذي سنجيب عليه مشاهدين الكرام في هذه الحصة اليوم يحضر معي كل من سيد صادق زيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوينسي صادق مرحبا بك مرحباً أهل مسلم شكراً ويحضر معي سيد عبدالله حداد رئيس جبهة النضاء الوطني كما قلنا يحضر بقبعتين قبعة النقابي السابق والإطار في اتحاد العام عمال الجزائريين والقبعة السياسية رئيس جبهة نضاء الوطني سيد عبدالله مرحبا شكراً شكراً سيد صادق زيري أبدأ بك النقاش أمس كان في اجتماع لسبعتاشر نقابة مستقلة توحدت ربما لأول مرة لتقول بصوت واحد لا لإلغاء التقاعد المسبق أو بين قوسين لا لعدم إشراكنا في نقاشات التي دارت حول هذا الموضوع موضوع إلغاء التقاعد المسبق فعلاً شكراً للاستضافة البداية الاجتماع أمس كان في شكل يوم دراسي في الحقيقة كان مسطر في برنامج الاجتماعات بدأت من 18 جوان في طار النقابات تزداد يوم بعد يوم إلى أن وصلت إلى العدد والباب ما زال مفتوحاً ببقية النقابات لكي تشارك في هذا الجبهة حالياً 17 نقابة حالياً 17 نقابة وتمس كل القطاعات الموجودة بما فيها القطاع الاقتصادي بما فيها القطاع الاقتصادي بمعنى الجميع متفق على أن هذا حق مكتسب لا يمكن أن يعالج من طرف الحكوم بهذا الشكل لا يمكن أن نتجوز هذه النقابات في إسماع صوتها واقتراحاتها في هذا المضمار لا يمكن أن يأخذ الحل هكذا انفراضياً من طرف الحكومة ومن سار في فلكها حتى بالنسبة للنقابة التي شاركت وأمضت على هذا الباب السؤال الكبير الذي يطرح كما تفضلت لماذا الذهاب دوماً إلى حل السهل فيما يتعلق بالعمال والمساس بحق العمال البسطة في هذا الباب لماذا لا نبحث سوياً كجزائريين كمؤسسات قائمة نحن كنقبات نحن نقبات دستورية جزء من هذه الدولة وبالتالي يمكن أن نسهم مع بعضنا البعض لدينا المختصين في البلاد بناء هذا البلد يمكن أن يعطونا اقتراحات ونحن أمس في اليوم الدراسي عالجنا من بين النقاط التي عالجناها هي البحث عن البدائل التي يمكن أن نمول بها الصندوق البحث عن البدائل التي يمكن أن نمول بها الصندوق صندوق التقاعد سيد سادق تزيري خليني أبقى معك لتعطيني في عجالي يعني بسرعة ما هي تسبات وما هي ما فائدة وماذا يستفيد الموظف البسيط من هذا التقاعد النسبي خليني أقول لك ما هي الأضرار التي يمكن أن تلحق بالموظفين عند إلغاء هذا التقاعد النسبي حتى بعدين نفتح نقاش ما يتعلق بهذا الموضوع هذا أقرب بقانون اللي هو 97 أوكي في ظروف ستنانية أو ما إلى ذلك نحن لا يهمنا ما هي المختصبات التي يتحقق من هذا القانون هو كحق للعامل متى يخرج للتقاعد جميل بهذا الشكل فيمس بحريته لماذا الآن يقول له يعني التقاعد النسبي يجب المواطن عنده الحرية وعنده الاختيار ومتى يخرج من التقاعد نعم لكن نحن لا نقول أن التقاعد النسبي في حد ذاته التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن هذا حقه المكتسب للعامل اليوم كيت حبة تنحيه له والآن في غياب نقاش موضوعي للأسباب الحقيقية لتخلي نفتح هذا الملف يطرح كم من تساؤل بمعنى أنك راح تمس بحق مكتسب واضح منذ قريب 17-18 سنة للعامل في هذا الباب وبالتالي نحن نقف مع العمال في هذا الباب ونرفض المساس بهذا الحق المكتسب نرفض المساس بهذا الحق المكتسب سيد عبدالله حداد كنقابي سابق كرئيس جبهة نظر الوطني يعني كقبعة سياسية منكم بالإضافة إلى القبعة النقابية سيد عبدالله حداد بالنسبة للعمال يعني هذا القانون أو هذا المكتسب الذي جاء في ظروف استثنائية اليوم الحكومة ترغب في إعادة الأمور إلى نصابها بعدما زالت أو ذهبت الظروف الاستثنائية التي جاء في إطارها هذا القانون لماذا لا نعود إلى ما كانت عليه الأمور في السابق يعني لماذا المشكل دائما لما تسن الحكومة قانون يعني تثار هذه الزوبة أو تثار هذا الجدل السياسي الكبير شكرا سي رشيد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر أخي رشيد لأنه موضوع هام وحساس بالنسبة لطبقة السياسية هذا القانون في نظرة نينالي لأننا احنا كنا حاضرين فيه كاتحاد العام للعمل الجزائري في المرحوم عبدالحق بالحمودة في هذا الوقت كنا في أزمة تغلق المؤسسات صبنا حل قلنا لي بغير تطوع ولا يخرج بالنسبة وزن ندرنا لكناك والقانون هذا استفاد هذا مكسب مكسب تا العمال لا رجوع اليوم الحكومة صبحت حاجة سهلة اللي تروح تروح للعامل تروح للمكاسيب اللي جبناها وناظرنا عليها جهة سهلة ورانا شوفناهم منين الحكومة هذي تنقبض تروح غير للعمل لماذا تروح لهم تروح للعمل قالت لهم صناد قراءهم فارغين تروحوا عاونونا نعملوا قالوا اليوم تقعوا ما هوش هذا هو الحل الحل أنا لو جاءت هذه الحكومة تخمم ما تبولي نشعر المكاسيب وعلى اللي جبناهم تروح تخمم كيفش ندخلوا الدراهم لهذي كاس تروح للناس اللي راه يدلك ألف خدام وهو يصيري واحد صنو الله كين حلول كيف هنعاود هذي كاس تتقعوا لأنه الأسباب اللي راه متركزة عليها الحكومة هم الوضعية تاعة الصناديق الوضعية تاعة الصناديق المشكلة الأول والأساسي نذهب كيف نرجع الأموال من عن هذو اللي داروا الثروات وكلوا العمال ورانا نشوف العمال في كل جهة في المقاهي في المؤسسات الخاصة في هذو ما همش يصورون وشمسون في الضمن اجتماعي أولا نذهب لهذه كيف ندير آليات وندير قوانين كيف نتبقها باش الصناديق نعمروهم ما شير روح للحل السهل روح ديرك لهذاك العامل مباشرة اللي جايب الموظف يعني نعم بسكو هذا العامل احنا ما نهضوش القطاع العمومي هذا العامل اليوم الحمد لله كين 17 النقابة اللي راح تتكلم على القطاع العمومي وكين بعض القطاعات نعطيك ما لا 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 كما تعال ما نكتل البارح ما عندهوش العقابة الناس المضرورة قال لك كنا واش دلبي هذا المكتسب لأنه احنا اليوم المشكلة ويرها المشكلة غدوة قطاع عام أو قطاع خاص هذه الشركة تبلع وخصص المؤسسات تغلق تغلق كي تغلق ذاك القدام يستنى حتى 60 سنة هؤلاء 65 سنة وليسان يتوعو كيف يوأي يأكل المشكلة لازم نتحاوره صحيح نتحاوره ونخجه اليوم بدأت نقابة لأنه أنا نشكر النقابات اللي تليموا وهذه أكثر يمثلوا الوظيف العمومي لزوتر السكتور لين شكول يمدلهم شكول يتكلم عليهم رغم وهذه كم المشكلة جميل لأنه المعلم المعلم بالك ينجمي قال 60 سنة بس هذا قدر شركة بلع غضوة بلع شكول لأنه أنا مع العمال ومع هذا المكسب جميل مع هذا المكسب وليس في نفس الوقت سيد عبدالله أحداد نعم سيد عبدالله أحداد لوكن في نفس الوقت يجب أن لا يجعل من هذا الموضوع كما تقول بعض الأطراف أنها للاستغلال السياسي ويوم إلى ذلك خلينا نبحث عن خلينا نبحث عن ملول ناجعة وناجحة سيدة سيدة مصيري في هذا الإطار حتى كما قلنا نحل المعادلة بين توزنة مالية صدق تقاعد ما إلى ذلك أنا نهضر كنقابي وشاب يعرفني أكثر كنقابي لأنه هذا المكسب أنا حاضر فيه لجبناه كنقابي جميل خليه السيدق سيدق زيلي تكمل هذه نقطة بالنسبة للعمال ويخسروا وهل بستين سنة لازم نخرج من هذه كين وظائف لا تستحق أنه لا يقدر أنه يمشي فيها ستين سنة تكلم سيدي على المعلم المعلم يمكن شيء يبقى بستين سنة وهو في القسم على التلميذ فيه ستناءات هذه الاستثناءات هذه الاستثناءات التي تكلم عنها على كل العمال لا يلي سياسة فرق تسد بين العمر والموظفين مثلا نديره نديره مشروع قانون ولا قانون ما عليش نفتح فيه نقاش نحن لا نقول نتقعد النيس بالآن مئة بالمئة بما هو موجود سمح لي فضل الكلام أنا ما نيش قلت لك رانا ديرين ما بين تمييز ما بين عمر لا أنا تكمل حكومة أنا أعطرت لك المكسب لي جبناه هذا التقاعد ما تفقين أنا أتكلم على الحكومة الآن لجنة عاكفة على البحث في المهن الشقة من جديد لإطراءها نحن نقولها بوضوح نرفض هذا الخيار لابد من فتح نقاش معمق على أمرين في هذا البدء الأمر الأول الأمر الأول هو أسباب الأسباب التي خلق وصلتنا إلى أننا نرغيها نحن أننا نوصل بش نقول نعود ونظر في القانون صحيح واحدة الحاجة ما هي الآليات التي نجاوب بها على السؤال الآن إذا قلنا الشيء الذي خلنا نروح لإلغاء التقاعد النسبي كما راح متفضلوا هو الآن الصندوق أصبح شيء بفرغ والأموال نتعوه حتى الموظفين لم يكن من أن المتقاعد لم يكن من أن يتسدوا الروح للصندوق الضمان الاجتماعي هذه أنا أقولها بوضوح نحن نشكك في الأرقام التي أعطيت من طرف الحكومة في هذا حتى 800 ألف التي تكلموا عليها الآن التي أخذت تقاعد النسبي وأحيانا حتى في تسريح المسبق في الـ 94 إلى اليوم سمح لي كاين عدد كبير منهم كبير اليوم من الـ 94 إلى اليوم سوف يصل لسنة تقاعد وبالتالي لا يدخل في الحساب سوف 60 سنة دعني أكمل لحظة الآن يتنقص تمشي تمشي العدد الذي اليوم تقريبا حسابيا راح فيه دير ما يلحقش 100 ألف الذي الآن راح فيه تقاعد النسبي لكعدد إذن الإشكال لم يهوش في العمر الإشكال اللي بحك الآن أعلن الجنب التمويل الآن في الجنب التمويل الأرقام المالية التي تعطى الآن أنا أشكيك فيها أنا أعطيك مثال في الجنب المالي تقني مثال في الـ 94 مثلا لما كانوا يتكلموا على أنه الصندوق راح خاصر نقوله مثلا حوالي 60 و 61 مليار دينار حسابيا لكن بالمقابل الصندوق وشيسال للدولة لأن الدولة هي اللي تسلك هي من فرد تسلك ذوي الحقوق هي اللي تدفع تدفع على الخواص هي اللي تدير هي اللي تدير هذا كل من الصندوق متاعنا الصندوق الخاصة أيضا متاع الإطارات الصندوق هذه كلها أموال إذا كانت هزهد دولة على عتقها على عتقها لازم تنزع لما يدخل شيء لتسالوا الصندوق للدولة نلقوا الصندوق عنده الاكتفاء وزيادة جميل هذا هو المشكلة إلى اليوم هذا هو المشكلة العقام التي طعطها هي خاطئة أنا أنا معاك في الكلام الصندوق قلناك كي نحلول أخرى باش أن هذا الصندوق نعمرهم لأنهم الناس يهربا من وقت الأجمة وكذلك البرميل يدير جميل جدا هذا هو السؤال الذي كنت سأطرحه عليك سيدة عبدالله أحدد يعني كيف كيف يعني نتراجع عن كيف نتراجع يعني عن قانون سيدة عبدالله أحدد سيدة عبدالله أحدد يعني الحكومة تتحجج بأنه فيه أزمة مالية وأنه أزمة مالية ولماذا هذا القانون جاء فيه أزمة مالية حادة مرت بها الجزائر ولكن في ذاكالوق نعم قرات أقرت بين الحكومة مكسب هذا جبناه في وقت التقشف و ماشي مذهبا على المالي بالفعل صحيح اسمع لي يجد اكمل لك وهذا القانون هل التقشف دايماً على العمل العمل ره متقشف ديش صحيح معلوم ازيد اقشف فيه اليوم كين الناس اللي دير تراوات ترجم الدير اعالا لتتخلص غني كريدي تواحف و ما تحاونيش روح تشوف دير الكريوس تأتيت الصناديق الناس نشوف كل يوم هاربين نشوف كل يوم هاربين ضاربين عندنا حلول أولوية خلوا هذه شعب الجزائري شعب الجزائري شعب الجزائري النهار متضامن شعب الجزائري تخرج لهم الديراكت تخرج لهم الدولة تخرج لكل الشعب وقال اليوم الجزائري في العزمة الزب الدحف اليوم الشعب الجزائري ما يبغيش ما يقول لي مشاريع على المكاسر لا خلوشني دينك أنا نعاونك الروح الآن على فرض الفرضية رغم أنه أنا عندي يقين بأن الصندوق موش خسر رقمين يعطيونا بالحسابات الحقيقية نعم نفرض أنه رخص الآن مشيول الحلول عندنا سبعين ألف حل ملي نحن الآن نبحثوا في الحلول البديلة التوظيف مثلا لو نذهب لإنعاش التوظيف الآن الحقيقي على منصف بقرة بالنسبة للموجودة رايح غير نوظفه عشرة بالمئة عشرة بالمئة مما هو موجود رايح ينتعش الصندوق على الأقل مئة مليار دينار راح تدخل جديدة للصندوق بهذا التوظيف عندنا حاجة ثانية العمال غير المصرح بهم اليوم راه نقدر نقول كين بعض الأرقام تقول لك وصلت إلى ثلاث ملايين تقريبا يعني عدد كبير جدا غير مصرح به في كل مكان كنت أتكلم سي عبدالله على بعض الأمثلة موجودة هذا لماذا لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتبحث على اللي ما يسلكش وما يدفعش تأمينات اللي هنا لازم يدفع التأمينات معنى هو اللي عامل يدفع الاشتراكات انتعوه اللي هنا ينتعش الصندوق من جديد بكذا مليار هذا بالنسبة للتوظيف فيما يخص الدفع دفع لزارة وكراسون فاميليال اللي يدفعوا من طرف الدولة نحن معاه أن المستخدم الخاص هو اللي يدفع هذا الحق للطفل نقصوه من الصندوق انتعنا كعمال ما هوش حنان كوتيزيو والدولة تسلك به لزارة وكراسون فاميليال قضية الضرائب التهرب الضريبي الموجود الموجود سمح لي نحن نكمل ذكر نحن نكمل ذكر نحن نكملها بعدين لحظة بالنسبة للضريبة الضريبة اللي يدفعها الآن هو العامل هو الموظف لأنها سيديروتوني على سورس معناها يدفعها مباشرة من المنبع أما بقية طجار وبقية شركات ومور نلقى كين تهرب ضريبي كبير صحيح الدفوعات الدفوعات عندنا بها شوية الموضة فأنا في هذا من خلص الحل للجزء على بلك بالمؤسسات الخارجية مؤسسات العمل تام مؤسسة نحن نبحث لزالوكاسيون دولة لزالوكاسيون الفاميليال من عند الدولة للاكلاس من صندوقنا يا رجل من صندوقنا من صندوقنا هذا الإجراء ما شيء قال هذه المؤسسات اللي راهم صيب الماكلة عاملها في الخارج هم يزيدوا المؤسسات الأجنبية نعم أجنبية نزيدوا نحن نمولوهم نمولوهم شوف كين حلول باشدوا الصناديق أنا أنا نزيد نتساءل نتساءل هل هذا هذا القانون الخاص لي رحت مباشرة للفقير والعامل البسيط هل رايحيتوش النواب الإطارات السامية نحن 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 هذا القانون بمتعلق بإطارات السامية لأنني نشوفوهم هذه النواب لأنهم قاعد النواب يخرجوا تقاعد المسبق المسبق ونسمي أنا من هذا المنصة نشوفوه لي تبقوهم على أرواحهم وعلى الإطارات نعم جميل أستحلي ذلك أنا هذا القانون أنا ما نش مكسب والعمال اللي خرجوا الععمال اللي دوا فئة وذلك هذولي جايين قال لك محسوم تفروح يعني فيه تمييز تمييز نعم كان من المفروض نعم كان من المفروض سيد عبد الله حدال أستاذ قدزيري أنه الحكومة تبحث عن حلول يعني المواطن والمواضيع ببسيط تخليه هو الأخير يعني إذا كان انتهت الحلول الأخرى تدعين عشرات الحلول نعم وكمل بعض منها فقط نعم فضل نعم فضل نحن الآن رانا بيصدد إطراء هذا الموضوع جميل من هذا الجانب عندنا ما يدفعه ما يدفع من الصندوق للمجتشفيات مجتشفيات هذا من صندوقنا إذا كان الدولة تكفل الدولة من بعد لازم تدفع تدفع هذا ترجع هذا الأموال للصندوق نفس الشيء بنسبة للعلاج في الخارج العلاج في الخارج أيضا هذا الديون كما تفضلت كلها يعطينا حسابين سنجد الصندوق أنه في أرياحية من هذا الباب في أرياحية في الجنب المالي وهذا الكلام على فرض بأنه السيدي خاسر كي نحول الأخرى نذهب إلى زيادة في الاشتراك بنسبة مثلا نقوله ثلاثة ربعة في المئة القانون يقول يقول بأنه مثلا الضعف العامل يساهم العامل يساهم بنسبة والضعف انتعه يكون من طرف المستخدم نقوله مثلا ثلاثة في المئة لكن نذهب إلى فرضي ثلاثة في المئة واحد في المئة يساهم به العامل في نفسه لكن نحن كنقابة نقترح أنه هذا الاشتراك نتعه منه يأخذ ندفعه يدفع عنه من الضريبة على الدخل من اللي يارجي نقصوها من اللي يارجي باش يحافظوه على المدخول نتعه الحالي ويزيدوها في الصندوق هذه واحدة يقول للمستخدم حتى لأنه الخواص ثانين بعد فيه الدفوع يدفع فقط ثانين بالمئة وهو يزيد واحد في المئة هذا أيضا يساهم في الدخل نتعه الصندوق ويمكن باش نرفعه الاشتراك نتعه 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 الموظف ونتعه المستخدم ننظفوه في تمويل الصندوق معناه عندنا حلول كثيرة صحيح جدا بالنسبة لهذا نعم لنأدري لماذا الحكومة تذهب دائما إلى جيب الأسهل وإلى جيب المواطن وطيك مثال الآن بهذا القرار الأخير سدقت زيري في عجالة في عجالة في عجالة آخر قرار آخر قرار لتفضل به الوزير الأول وقال يمكن للعمال أنهم إلا 31 ديسمبر يقدروا يغادروا ويرحوا التقاعد ونسمحوا لهم رايحين يغادروا بالآلات صحيح الاستنزاة كنا زيه وهو في سن العطاء مجبارين مجبارين صحيح واحدة اثنين اثنين يمكن لو تعطيه الحرية يعطي الحرية أنه يبقى هذا القانون تخليه وينتا قادر شف روحه يمد ها وقعد ما يكونش تحت الضغط أما الآن رايح يغادروا بالآلاف شكل يقول لي خاصر إذا كان من المدرسة راح نخصروا أحسن الأسات إذا يخرجوا إذا كان في شركات راح نخصروا أحسن الكفاءات وبيعدد كبير والصندوق والصندوق يقول لي في أزمة حقيقية جميل وهذا ما هو قرار حكيم من طرف الحكومة ليس قرار حكيم من طرف الحكومة سيد عبدالله حداد خليني أطرح عليك السؤال وبعدين نعطيك الفرصة نعم نعطيك الفرصة لي تعقب على سيد سيد قدزيري ولكن خليني نطرح عليك السؤال لأنك أنت كنت حاضر معي في بلاتو أتذكر جيدا في بلاتو لما تكلمنا على إلغاء المدى 87 مكرر وقلنا أنه على الحكومة تعود إلى الظروف التي كانت قبل في تسعينيات قبل لأن المدى سنت في ظروف استثنائية وقلنا نعم لإلغاء المدى 87 مكرر والعودة إلى ما كانت عليه في السابق اليوم سيد عبدالله حداد لماذا لا تقول نعم لإلغاء القانون التقاعد المسبق ونعود إلى ما كانت عليه الأمور في السابق يعني لماذا لما يتعلق الأمر بإلغاء المدى 87 نقولوا نعم لما يتعلق الأمر بأمر يخدم الخزينة العمومية ويخدم صندوق التقاعد ويقولوا له يختلف يختلف الوضعية التي كنا قبلنا المدى 87 مكررة ووضعية تعلق البلاد يجاد في ظروف استثنائية نعم وقلنا وكذلك المدى تقاعد النسب يجاد في ظروف استثنائية اليوم زالت هذه الظروف نعود أنه لأولو إلى ما كان عليها كان البترول يديرنا في دولارة لباريل وكانت عندنا أزمة اقتصادية وما كانت عندنا نمو اقتصادية اليوم يختلف الوقت تاعة اليوم لا لا احنا كنا هذا المكسب قلنا خلاص نحوسوا على اليارجي بيناقصوا للقدامة ونحوسوا كيف يزيدوا اليوم حتى ولينا المكاسي بتاع النقابة اللي جبوهم اللي جبناها ملقبل لأنه النقابة تعذروا كتاع اتحاد العامل عمال الجزائي هي نقابة السلطة ما ايش نقابة انا ماما كنت في لجتيا بكري كنا ندافعوا للعمال حقيقة والرجال اللي كانوا جابوا هذه المكاسيب الله يرحمهم وليوم انا نطرب من على نقابات لو كانت هذه النقابة اتحاد العامل العمال لماذا الجزائي يمثلوا العمال حقيقة ما يخرجوش نقابات جميل ما يخرجوش غير رحمها جميل سيد عبدالله حداد اخلاص من الوقت نعم تفضل في عجالة في عجالة سيد عبدالله اللي قال العمال يخرجون لو جات الظروف على تقول لي الهروب قاعد الناس يحاوش يخرجوا لأنها الظروف الظروف الاجتماعية وظروف العمل وإقتصادية وسياسية ما يش تخلي العامل يخدمه هو مرتاح صحيح الشعب الجزائري لماذا كي يقول لي صباح رايح للخدمة تقول رايح للحبس اليوم ولا العامل الظروف من كل جانب يبغي يخرج من الخدمة يبغي كرهو أنا أطيلك اللي أنا اللي أنا معلم كي تسيبوا المعلم يحضر الحقوي يضربوه المعلم كي يهي الإكرامي مكيش حوار اللي راي تطلب فيه الحكومة ما بي أنا نطلب من هذه السلطة بهذا الشعب التحر جميل سيد عبدالله تتحاور وتتحاول مع الممثل الحقيقي ممثل الحقيقي العمال خليني أطرح عليك سؤال سيد عبدالله حدد اليوم راي تتمثل مع ناشي غير ممثلين اسمحني ما نقول رايب اليوم بيكون صراحة باختصار حتى نختم نقاش من هذه السلطة بهذا تتكلم وتتحاور لا لا تتحاور مع الممثلين الحقيقي لماذا لأنه هذا اللي راي يمثله ذرك اليوم يمثله العمال ما همش حقيقي على هذه الاحتياجات على هذه اللي راي تصرح للمشاكل الاجتماعي جميل سيد صدق تزيري خليني أطرح عليك سؤال أخير ربما يكون أخير لأنه وقل حصانتها سيد عبدالله حداد التبرير اللي قدمه الوزير الأول ولقدمته الحكومة فيما تعلق ب إلغاء هذا التقاعد يقول بأنه ارتفاع معادل الحياة بين قوسين في الجزائر أنه تقريبا المواطن الجزائري أو الفر الجزائري يعيش بين 77 سنة وكان في السابق بين 60 سنة لذلك كان من المفروض اليوم أنه يزيد على الأقل نوعا ما سنوات العمل وسنوات الخدمة تشوف يعني هذا التبرير التبرير هو فيه نوعا من المعقولية فيما يخص يعني فيما يخص الجامل تعلق المعيشة يدخل ويأخذ حسبيا لكن القرار لا يعالج بهذا الشكل لا بد من فتح نقاش مع المثلين الحقيقيين كما تكلم سيد عبدالله اليوم نحن كنقبات مستقلة رأنا غايبين الحكومة غيبت نحن الثلاثية لم نشرك في الإطراع اليوم نحن نطالب بفتح ثلاثية هذه للمثلين الحقيقيين العمال في الوظيفة العمومية معظمهم رأي نقبات مستقلة اللي يتمثل واحدة اثنين لاقتراحات هذه نشرك فيها المختصين عندنا مختصين يمكن أن يسهموا الحكومة أيضا رأي مغيبة أيضا هؤلاء المختصين في هذا الجانب يمكن أن نجد حلولا في هذا الباب بمعنى نحافظ من جهة على مصلحة العمال والحقوق المكتسبة ونحافظ على التوازنات المالية للصندوق بإعادة النظر في السياسة العامة لتسير الصندوق لماذا تمثل فقط الصندوق في نقابة واحدة أولا لابد من فتحها لكل النقابات صح الاثنين فتحها أمام المختصين لقول رأيهم حسابي وعلميا لابد من إدخال في السياسة العامة لتسير الصندوق إعادة النظر فيها في السياسة العامة لتسير الصندوق ومن ثم خليني نطح لك سؤال نحن نقول بأنه على الحكومة أن تعيد النظر وعلى مجلس الوزنى النظر في هذا القرار الأخير لأنه لا يختم العمال من جاعة وسيوصلنا إلى دخول اجتماعي ساخن ونحن في غنى عنه يمكن بالخوار أن تجند يمكن بالتفاوض أن تجند هذه الوضعية ونجد حلولا في هذا المجال وصلت فكرة سيد سادا قدزيري سيد عبدالله حداد خلينا نتكلم معك بقبعة سياسية أنت تعرف أنه الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر حاليا تقريبا منذ سنتين الكثير من الإجراءات التي مست المواطن البسيط ومست الموظف البسيط تقريبا منها إلغاء التقاعد النسبي من بينها تدني رهيف القدرة الشرائية حتى تجميد التوظيف من بينها كذلك قانون العمل نعم قانون العمل وما إلى ذلك سيد عبدالله حداد خلينا نطرح سؤال لطرح المواطن البسيط يقول لك هل الحكومة يعي واعية وتعرف بأن المواطن البسيط وصل إلى درجة الاختناق يعني وصل إلى درجة ما قدرش يتنفس اليوم الحكومة تزيد عليه ضغوطات وضغوطات وضغوطات هل الحكومة واعية بهذه الضغوطات اللي يعيشها المواطن اليوم أم أنها الحكومة تدفع به إلى الانفجار سفضل باختصار شريك سؤال مهم مش هي المواطن اللي قوى عليه الضغوطات الحكومة اللي قوت عليها الضغوطات الحكومة قوت عليها الضغوطات من عدم تسير ومن عدم الحوار وهذا حقيقة قوى عليها الضغوطات القانون اليوم في الجزائر القانون يرقد الصباح يصبح المنتمثل ما بداش القانون يبقى لي أنا وضركوا ما كاش قانون قادر اليوم تديه غدوة يترسل يلغى نعم هذه اللي بغيت نقول لك اليوم الجزائر في أزمة تاع القوانين وهذه السلطة شكرا علاش دايما العامل اللي يخلص شكرا جزيلا لك وشوف كلمة تانية اليوم في الجزائر العامل بسيط والوسط مكس كاي اللي راح تحت الارض وكاي اللي راح في السماء شكرا جزيلا لك الله يخلص اللي راح تحت الارض شكرا جزيلا لك سيد عبدالله حداد رئيس جبهة النضاء الوطني شكرا موصولك سيد سيد سادق زيري رئيس الاتحاد الوطني العمال التربية والتكوين مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدات نتمنى أن نكون على الأقل أعطينا مسح ولو جزئي على هذا الموضوع موضوع إلغاء التقاعد النسبي ونقول بدورنا عنه من الأفضل ومن المرحب أن يتم فتح نقاش عام ومعمق مع ممثلي الطبقة الشغيلة ليس مع اتحاد العام للعمال الجزائريين لأنه حقيقة لم يعود في المرحلة الأخيرة وكل الموظفين يفهمون هذا الأمر وأنه لم يعود يمثل كل العمال الطبقات أو النقابات المستقلة لها دور كبير في امتصاص احتجاج امتصاص غذب الموظفين متابعة طيبة من مرامجي قناة النهار أرقاكم أنا غدا إن شاء الله السلام عليكم